به تركيا لا علاقة له بالقانون الدولي أو أي قانون آخر لا علاقة له حتى بالمنطق أو البعض الجغرافي أو بحماية الليبيين ما تقوم به تركيا ما هو إلا محاولة لكسب التأييد الداخلي لكن هل يمكن لنا في أوروبا السماح بإشعال منطقة المتوسط لأسباب تركية داخلية؟ هذا أمر غير منطقي على الإطلاق ولن نسمح به في الاتحاد كلفنا منصق السياسة الخارجية جيزي بوريل بمتابعة الملف وإعداد عدة سيناريوهات للتعامل الأوروبي مع هذا التحرك العسكري التركي كل السيناريوهات ستنطلق من موقف أوروبي يعتبر اتفاق تركيا وليبيا غير قانوني ولا يرتب أي آثار قانونية وأن ما تقوم بها أنقرى مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي إضافة إلى مخالفة حكومة الوفاق لاتفاق السخيرات الذي لا يمنحها تفويض بإبرام اتفاقيات من هذا النوع مع أطراف خارجية